اتحالي حضراتكم باستكمل فقراتنا ومشاهدينا بالتأكيد كلنا عايزين نحاول نرفع مناعتنا لأنه المناعة هي سلاحنا عشان لا قدر الله لنصاب بفيروس كورونا أو أي أمراض المشكلة أنه بدأ يظهر على وصائل التواصل الاجتماعي بعد بروتوكولات العلاج للوزارة وزارة الصحة طلعت نافت علاقتها بيها وإن هي دي اللي بيتم التعامل فيها داخل المستشفات مع حالات المصابة بكورونا ولكن فيه هاجات مشتركة يمكن كانت منتشرة أكتر زي الفيتامينات زي فيتامين سي فيتامين دي الفيتامين ألف وهكذا وبعض أنواع الأدوية احنا هنبعد عن الأدوية لكن اللي احنا هنتكلم مع حضراتكم فيه إزاي نستبدل هذه الفيتامينات اللي الناس كلها بدأت تقبل على استعداريات بحيث أنها تسحبت بالفعل بمنسب كبيرة وإن احنا نستبدل ده إن احنا ناخده من خلال الأطعمة داخل المنزل بسعيدنا يكون معنا من خلال اتصال تليفوني دكتورة أسماء طه دكتورة تغذية علاجية عشان نعرف منها أكتر إيه العناصر الغذائية اللي لازم نخرس عليها وإزاي المصادر الهامة بتاعتها أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك يا أستاذ نوح وأهلا بأستاذ المشاهدين كل سنة وحضرتك طيبة ويمكن يعني حاجات كتير بقى سمعنا عنها الزينك فيتامين جيم دال وهكذا وبالتأكيد ده موجود فيه أطعمة كتير من الممكن أن احنا نحصل عليه من خلالها عشان الناس بس تتطمن أنها بالفعل قادرة تحمي نفسها وترفع مناعتها المعهد القاومي للتغذية قال أنه فيه ثلاث فيتامينات هامة للمناعة للجميع هما ألف وجيم ودال وهبدأ مع حضرتك بفيتامين ألف وهو في أي أطعم طيب فعلا زم حضرتك نواحتي دي أحب أكد عليها أن يا جماعة بلاش نحن نروح نشتري أدوية ونخزنها في الزيوز أولا ليه؟ لأن الأدوية بيبقى المثار بتاع البيتامينات بتاعها مختلف تماما عن الأكل الطبيعي في الجسم والزيادة منها بتعمل لي مشاكل كتير وحنا ممكن لنا ثلاثة ده وناخد الأغذيات الطبيعية نعم من نسبة بقى البيتامين ألف والبيتامين سي ودال هي فعلا بتقوي وبيتعزز الجهاز المناعي بترفع الكفاءة الصعب البيتامين ألف موجود في حاجات طبيعية كتير ومتوفرة لنا يعني مثلا فيه بيبقى منه مصادر حيوانية ومصادر نباتية يعني سبحان الله في كل حاجة موجودة نقدر نجيب اللي احنا نقدر نستخدمه على حسب الفئات والمستويات المختلفة نعم هنبقي مثل لو هو مثلا هناخد المصادر الحيوانية بيبقى موجودة في البيت وأظن ده بيبقى رخيص جدا وبيتركز أكتر في الصفار بيبقى موجود إيه كمان بيبقى موجود في الزبت البلدي أو السمنة البلد هنينجي ده للحاجات العادية بتاعتنا النية النباتية موجود في الخضر الورقية الغمأة أهمها مثلا من الجرجير وأظن ده متوافر ورخيص جدا موجود في ورق العنب موجود في الجذر في البطاطا اللي هي اللونها برطواني مش أبيض موجود في المش ميش المجفد في المنجة في الأراء العسلي عموماً أي حاجة يعني ندرة أنه مرتبط باللون البرتقاني وباللون الأخضر الداكن بالضبط الأخضر الداكن والبرتقاني موجود فيهم فيتامين ألف عشان نسهل آه فيتامين ألف ده بيتحول في الجذن للبيتامين اللي الجذن محتاجي ده المحاضر المبادئي معنى كده إيه إن أنا أهتم التبقى الثلطة إنه هو يبقى متنوع الألوان ده اخذوا على اقل من مريتين لثلاثة في اليوم وده الوقت بسيطة والسهلة جدا والبيض ممكن اخذ بيضة يوميا او بيتين ما نقولش بقى الكوليسترول لا هو اثبت ان البيضة الكاملة ده اثيات صحيا ومفيدة جدا للجزء ده بالنسبة لفيتامين الف نعم طيب بالنسبة لفيتامين جيم او سي زي ما نقول عليه كده وكده وهو من الحاجات اللي يعني بتتأثر بالحرارة وبتتأثر بان هي ما يتمش تناولها مباشرة يعني المدة نص ساعة وبعد كده الفايدة بتاعته بتختلف هل المعلومات دي صحيحة؟ هو المعلومات صحيحة فعلا ان الفيتامين في كتر تأثره للغليان والتعرض للحرارة فعلا بيبقى اتفاقته بنسبة النص يعني 50% هنترجب الكلام ده لطورة بسيطة ان احنا نرضو فريش او طازة طيب هم موجود في ايه؟ موجود كلنا زي ما احنا عارفين في الأجهة الحمدية اللي موجودة يعني البرتقان سواء الصيفي او الشتوي موجود في اللمون وموجود في الجوافة على فكرة ده اعلى مصدر للفيتامين فيه الجوافة اللي هي الجوافة ايوة الجوافة ممكن موجود في الكيوي الناس اللي هي بتقدر تشير الكيوي او بتحب الكيوي والبرتقان وموجود في البابايا او الكانتالوب او الفراولة وكل ده بيتخذ طازة فيه نسبة برضو موجودة في البروكلي والارنبيل بس ازا ما احنا قلنا كلما نعرضو للحرارة اكتر الكفاء بتاعته بتقلم يعني يازم البروكلي والارنبيل يتاكلوا بدون سلق او البخار بسلق يعني مثل على البخار كده بالزبط كده بيبقى افضل يبقى معنى كلامي ان انا اخد الحاجات دي اما هي فاكهة طازة وافضل علشان ماكسبش زيادة في الوزن لو انا عملتها عصير وزودت الصكر او عصير في رش بس اقلل الصكر لو فيه اطفال او حاجة طيب نروح لفيتامين دال ده لفيتامين دال ده بقى اللي كان عمل لنا الابان بقى له فترة كبيرة جدا والناس دادت ان يتحللو وتشتري الادوية بتاعته من غير ما تعرف يعني ان بيبقى ليه اثار ضر جدا اللي ما لو خدت منه جراعات عليه وهو موجود في الحاجات الطبعية اللي احنا بنستخدمها اهم مصدر رئيسي ورخيص واحنا ما بندفعش فيه كلوس الشمس كان الاول يقوله اللي احنا بنتعرض للشمس في الفترة الصباحية او المسائية تقريبا كلت ساعة استفعلا في ابحاث جديدة صلحة قالت اهم الفترة وافضل فترة اللي انا اتعرف فيها لاشعة الشمس بطريقة مباشرة وخصوصا اعرض العزام الطولية زي الفقين او الزرايل ما يكونش من وراء زاز مثلا او حائل تبقى من الساعة عشرة لثلاثة متوسط من ربع لثلث الساعة ده افضل بحث قال الكلام ده دلوقتي ده الشمس هل هي فيها فيتامين دال؟ لا هي ما فيهاش فيتامين دال ده هي الاشعة بتاعتها بتيجي على الجلد بتحول مادة معينة موجودة لفيتامين دال ده مصدر رخيص وموجود تاني مفادر غذائية اللي هنتكلم عليها موجود موجود زي ما احنا قلنا برضو في صفار البيض نسبة كويسة من فيتامين دال موجود في الاسماك الدهنية اللي هي المستوردة اللي احنا بنقول مثلا ما فيهاش فايدة وبناخد الاسماك الطازة بالعكس هي فيها مستايدة جدا في فيتامين دال والاحماض الدهنية المفيدة ممكن نكون سمعنا عنها اللي هي اوميجا سرية زي ايه؟ زي السلمون زي التونة وممكن دي تكون غالية للناس كتير قوي مقدرش اشتريها ففيه حاجات ثانية موجودة الماكريل اظن ده موجود وارخيصه كويس بس اعمله ازاي؟ اعمله الصينية علشان الدهوم المفيدة اللي فيه لما تنزل تنزل على الخضار اللي موجود فيه استفاد بيها وفيه برضو موجود الرنجة مش الرنجة المدخنة اللي هي بتاعة شامل السيم لأ سمك الرنجة نفسه ده بيتباع برضو اعمله بالطريقة اللي انا بعمل بيها الماكريل موجود بنسبة قليلة اللبن بس بكامل الدبن لازم يبقى كامل الدسم اه ايوه كامل الدسم بس بنسبة قليلة شوي لكن دي المصادر الاساسية بتاعته اللي هي الاسماك الدهنية ويفضل اللي انا اخدها على الاقل مرتين في الاسبوع مفيدة للقلب والصحة العامة وابتدي اعود ودخل الثقافة دي للأصفال علشان تقريبا المستهلك من الاسماك ابتدى يقل مرة في الشهر او اقل مش طهر لكن الاساسية اخده من مرة المرتين في الاسبوع بطريقة اللي في الاسبوع ايوه سمعنا عن الزنك يا دكتور هل في مصادر اطعامة موجود فيها الزنك؟ بالضبط الزنك موجود فيه نسبة لبأس بها سلم القصرة وابتطها اللي هي الفول السوداني او اللبس السوري او السمسم ومرتبط بالكلب والزنك موجود طبيعي بنسبة كبيرة بيبقى مرتبط بالحديث يعني الحديث موجود في ايه؟ موجود في اللحمة في الكبده موجود في بعض نسبة من الاسماك بيبقى مرتبط بيها الزنك معنى السلام ان انا لما اخد الوجبات الصحية بتاعتي الطبيعية ويبقى فيها سنوية مش هافي الكمية تبقى كبيرة بطار او غدا او عشا يبقى انا اخدت كل المصادر اللي انا محتاجاها من الزنك والفيتامين الاف والفيتامين سي ومن الفيتامين دا فكرة ان انا بشتري الادوية اللي بدأ يتم تداولها وباخد بدون التوقف عند حالتي الصحية او اللي ينفع لي او ما ينفعش بالضبط كده هي الناس دلوقتي تقريبا في حالة هلع او فوبيا وبيشوف الوصفات الكتيرة اللي بتبقى موجودة عن نفس ففعلا فيه ادوية ما بقيتش موجودة في الصيدليات بس غلط هم كده بيدروا فعلا نفسهم جدا وبيعمل مشاكل كتير قوي فكل حاجة موجودة في الطبيعة اهم حاجة شرب المياه كويس التغذية السليمة اهتم بالخضر الطازة والفكهة الطازة وما اخدش ازيد من احتياجاتي وتعرض للشمس بالطريقة بإذن الله هيبقى فيه وقاية كويسة وهيبقى فيه تغذية سليمة وبعزز وبدعم الجهاز المناعج ان شاء الله اللبن درو ايه دكتورة في الفترة دي اللي ايه؟ اللبن وخاصة انه المفروض مصدر للكالسيوم اه اللبن مصدر مفيد جدا للكالسيوم والتوصيات بيكون على الاقل كبدايتين في اليوم بس بلاش الصبح بدري للاطفال علشان ده بيسد النفس شوية انا ممكن اتخلف حاجات تانية بديلة زي مثلا حلوية صبعية ممكن اعمله بليلة مهلبية ممكن اعمله رز بلبن ممكن اعمله بساطة بلبن او اضربه مع الفكهة وحليه بمعلاقة عصى الابيض او فكر خفيف كده انا خدت واجبة غزائية كاملة خدت فيها الطاقة بتاعتي كويس جدا من الاضافات اللي انا ضيفها وخدت البروتين لانه مصدر غني جدا بالبروتين وعلى بكرة البروتين جزء مهم جدا بتتعزيز وتكوين الجهاز المناعي وخدت التلفة من اللي انا محتاجات يعني دكتور احنا عندنا يعني ربنا سبحانه وتعالى حتطلنا في الاطعمة المتنوعة كل حاجة الجسم محتاجها المهم ان احنا ناكل الحاجات دي وناكلها بطريقة سليمة عشان ده اللي هيساعدنا على اننا نحفظ على منعتنا او نرفعها في التوقيت ده تحديدا وما نلجأش لانه في وسائل تواصل اجتماعي كتير منزلة الادوية يعني حطينك بروتوكولات علاج كمان الامر ده ما ينفعش هو وزارة الصحة هي المعنية لقدر الله لو انت مصاب انت هتروح لأحدى المستشفيات هما اللي هدولك العلاج اللي انت هتتعامل معاه لو انت سليم فكل كويس تغذى كويس انت واسرتك عشان ترفع من مناعتك انا بشكر حضرتك بشكر حضرتك جدا دكتورة اسماء طاها دكتورة تغذية علاجية شكرا حضرتك والاسفادة المستمعين امين يا رب